موسيقى السلام عليكم أكثر من 60 مليون ناخب تركية توجهون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مصيرية لاختيار رئيسهم الثالث عشر وستمائة نائف في البرلمان وفي الوقت الذي انسحب فيه المرشح الرابع للانتخابات محرم إنجا تتوجه الأنظار نحو المرشحين الأكثر حظا الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمالك الإجدار أغلو لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى لمناقشة حظوظ المرشحين ودلالات الإقبال الواسع على الانتخابات ينضم إلينا في الستوديو ضيفا الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو أستاذ يوسف مرحبا بكم مساء الخير تحياتي لكم أستاذ المشاهدين والمشاهدات حياك الله مشاهدين الكرام فاصل قصير ولنا عودة أهلا بكم من جديد أستاذ يوسف وجدد الترحيب بكم هنا في قناة رافدين الفضائية ولكن دعني أدخل مباشرة في ضوء الأسئلة لماذا تعد هذه الانتخابات انتخابات مصيرية كما وصفها الكثير وأنها انتخابات أكثر أهمية وأكثر تعقيدا مما كان عليه في الانتخابات السابقة في تركيا وكيف تصف أيضا الإقبال على الانتخابات في ساعات الصباح الأولى وفي العديد من الولايات التركية ما سبب في ذلك؟ يا سيدي اليوم تركي تعيش عرسل انتخابيا ويوما ديمقراطيا من خلال هذه الانتخابات التي هي تختلف عن سابقتها من الانتخابات السابقة لأن هذه الانتخابات انتخابات تاريخية انتخابات حاسمة بل دعني أسميها إنشاءة انتخابات قاسمة هي الانتخابات بين هناك من يريد أن يستمر في ساسة النمو والتقدم والارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول العظمى وهناك من يريد أن يعيد تركيا إلى الوراء بحجة العودة إلى النظام البرلماني والعودة إلى دائرة الغرب وأقصد هنا المعارضة الرئيس جلطة بأردوغان طيلة 21 عاما ارتقى بتركيا وأصبحت تركيا الآن غير تركيا الأمس وبالتالي الذين لا يرضيهم نمو تركيا ويخافون من نمو تركيا الموجود حاليا الذي أصبح تركيا به لاعبا إقليميا مهما في المنطقة وعلى جميع الأصعدة في سواء الصراعات الدفاعية أو الدبلوماسية التركية أو حتى على المستوى المدني نجد أن تركيا تقلق هؤلاء وخصوصا عندما أغلقت جميع ديونها لصندوق النقد الدولي وأصبحت دولة ذات سيادة تملك قرارها السيادي وتملك قرارها الوطني أما المعارضة فهي تأتمر بأوامر من يسيسها ودعم الغرب ودعم الصحافة الغربية واضح للعيان لا داعي لأن نقول ذلك وقبلها قال بايدن بأننا علينا أن ندعم المعارضة لإسقاط الرئيس أردوغان ليس من خلال الإنقلابات وإن من خلال صندوق الاقتراع هذا يدل على أن هناك تدخل وهناك دعم غربي للمعارضة لماذا يدعمون المعارضة؟ لأنهم يخشون من تركيا القادمة بقوة أن تصبح نموذجاً يحتذى به في كل دول المنطقة هذا أولاً ثانياً لأنها لا تحقق مطالبهم في المنطقة لا تنفذ المخططات ولا تسمع الأوامر ولا تطيعهم وإنما أصبحت شقة عص الطاعة وأصبح ليس أردوغان هو في حد ذاته نموذجاً مختلفاً عن النماذج من الرؤساء السابقين نعلم أن أردوغان رفض أن يكون هناك تطبيق عقوبات على روسيا ورفض أن يدخل في حرب خاسرة وبالتالي هذا أزعج الغرب وناهيك على كثير من الملفات التي كانت تركيا صمامة أمان ونزعت فتيلة الأزمة سواء في ليبيا سواء في قطر سواء في أذربيجان وبالتالي أصبح الرئيس أردوغان غير مرغوب به ولكن المثل ماذا يقول إذا ما رأيت سهم العدو تتجه نحوك فاعلم أنك في الطريق الصحيح وبالتالي نعيش الآن انتخابات ديمقراطية وعلى الجميع أن يعلم عليه أن يحترم الخيار الديمقراطي وهو خيار الشعب التركي الرئيس أردوغان لم يأتي عن طريق دبابة جاء من خلال انتخابات نزيها واليوم يوم الانتخابات وعلى الجميع أن ينتظر نتائج هذه الانتخابات ولدينا الآن مبشرات من ناحية الإقبال الشديد نسبة الإقبال تكاد تفوق الخمسة وثمانية في المائة ولكن لم تصدر إلى الآن معلومات دقيقة من وزارة الداخلية في هذا الموضوع ولكن الحمد لله منذ الصباح الباكر وإلى الآن لا يوجد ما يعكر صفو هذه الانتخابات التي تمضي بشفافية ونزاهة وننتظر جميعا السواعات القليلة ربما سيتم تم الإغلاق الآن تقريبا الآن الساعة الخامسة وننتظر عملية الفرز في هذه الساعات القادمة لنرى ما هي النتائج أستاذ يوسف على ذكر تعكير صفو الانتخابات هناك مرشحان هو السيد رجيب طيب أردوغان وأيضا السيد كمال كيلجدر أغلو ولكن هناك من يخشى من انقسام الشعب التركي بعد هذه الانتخابات هل لديكم هذه الخشية؟ يا سيدي المجتمع التركي عموما هو عبارة عن فسيفساء وهناك تشكيلة مختلفة إيديولوجية منذ أن تأسست الدولة التركية عام 1923 وبالتالي الصفوف واضحة هناك المحافظ والمتدين هناك اليساري الشريعي وهناك القومي وهناك الذي يجبع بينه عدة أطياف لا ضير في ذلك هذا جميع أفراد الشعب التركي يتقبلون هذا الأمر لا استقطاب ولا عداء ولا هناك طالما هناك قانون ينصف الجميع وهذا ما قام به الرئيس الردوان عندما جاء إلى سدة الحكم قبل 21 عاما طبق هذه القاعدة الكل سواسية تحت القانون فإذا ما كانت هناك تفرق في القوانين تم إلغائها لا رأينا كيف كان هناك إلغاء قانون الحجاب كان هناك عدم السماح للأكراد أن يكون لغتهم أن يستعملوها تم إلغاء جميع هذه الأمور وبالتالي لا خوف من أن يكون هناك استعداء ولكن هناك لب الأزمات هناك من يود أن يؤجج أن يزرع العرقية ويؤجج الأمور وربما من يزرع الطائفية رأينا في آخر حمناتي الانتخابية كمالك شرؤولو لأول مرة يصرح يقول أنا علوي ومرار الأكشنر رئيسة الحزب الجيد تقول يجب أن تصوت لعلي وليس لمعاوية هذه النقطة التي أريد إيصالها لكم استاذ يوسف هل ستشهد تركيا ربما بعض الفوضى بعد نهاية الانتخابات أو إعلان النتائج بسبب الاستقطاب ربما يكون إن صح التعبير المذهبي يا سيدي لا يوجد استقطاب مذهبي هذه العبارة غير دقيقة والتركيا لا تعرف هذا الاستقطاب المذهبي هذا أولا وثانيا إذا ما كان هناك محاولات لخلق أزمات باستخدام هذه الكلمات أو هذه الفئات فالدولة لها بالمرصاد نحن نتكلم عن دولة وليس عن قبيلة لدينا دولة ولدينا أجهزة أمن ومزارة داخلية وقوانين وقضاء والقانون والقضاء فوق الجميع والجميع عليها أن يحترم القوانين التركية والدولة التركية وبالتالي لا يمكن الحديث عن إثارة الشغب وإن كان هناك محاولات لا صمح الله إذا ما كان هناك محاولات فالدولة لها بالمرصاد طيب دكتور أستاذ يوسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدل بصوته في أسكودار في اسطنبول وأيضا دعا الشعب التركي للتصويت بكثافة إلى أي مدى تعكس تصريحات الرئيس التركي على ديمقراطية الانتخابات في تركيا بعكس الحملة الغربية التي تريد تشويه هذا العرس الديمقراطي يا سيدي دلالات كبيرة من خلال كلام الرئيس أردوغان أو بالأصح من خلال تصويته أصلا في الذهاب إلى التصويت وذهب بنفسه الحادي عشر والنصف صباح اليوم مصطحبا زوجته والتزم في الدور مع المواطنين وصوت بنفسه وخرج وهذا على يدول على أن مؤشر الديمقراطية في تركيا على الجميع القانون على الجميع والرئيس يجب أن يصوت ليس مضمون أن يجب أن يحترم هذا حقه الانتخابي وحقه الديمقراطي وقام بما يجب القيام به كأي مواطن آخر ثانيا إلى الآن لا توجد ما يجب أن نتكلم أنه خارج نطاق القانون الديمقراطية وبالتالي حديثه واضح يجب أن يكون هناك المشاركة بأكبر نسبة التي تتجلد ديمقراطية الحقيقية عندما تكون هناك نسبة ثاني في المئة فما أكثر وهذا يدول على أن القرار الصادر من صادق الاقتراع هو يعكس غالبية الشعب التركي لا يجب أن تكون الأغلبية وهذا يختلف تماما عن الدول الأوروبية الذين لا يشاركوا بكثافة في انتخاباتهم وتبقى هناك ما يسمى الاضطرابات والانتخابات المبكرة تركيا الآن بنظامها الرئاسي نظام أمن واستقرار ولا توجد انتخابات إلا كل خمس سنوات مرة وهذا أهم ميزات النظام الرئاسي لذلك الغرب يريد الإطاحة بهذا النظام الرئاسي والعودة للنظام المرلماني من شأنه الذي يقود تركيا إلى الفوضى والانتخابات المبكرة ولا استقرار سياسي وبالتالي لا استقرار اقتصادي أستاذ يوسف لو دخلنا في صلب الموضوع انسحاب المرشح للرئاسة السيد محرم إنجا هل سيؤثر على نتائج الانتخابات؟ يا سيدي انسحاب محرم إنجا هذه ليست أول مرة يتم التدخل في السياسة الداخلية من قبل جهات يعني معتبر أن هذه الجهات جهات خارج عن القانون وأعني هنا فتح الله قولا والمنظمة الإرهابية التي كانت مسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشل حيث أنها قبل ذلك هي التي خططت لإسقاط رئيس حزب الشعب الجمهور السابق دانيز بايقال من خلال أيضا ما يسمى فضيحة الكاسيت أو الفضيحة الجنسية واستقال على إثرها دانيز بايقال وجاء بكامالك لشارؤولو وبالتالي نعلم أن كامالك لشارؤولو هو مشروع غربي بإدارة مشروع غربي أمريكي نتكلم بصراحة بإدارة لفتح الله قولا الإرهابية والآن هم يرون بمحرم إنجا أنه شقع سطاعة وخرج عن ما يجب أن يدعم به المعارضة وبالتالي أرادوا أن يؤدبوه أو أرادوا أن تنحيته جانبا أو إبعاده عن المشهد السياسي وظنين بهذا الأمر بأنهم ستذهب الأصوات المعارضة تتحد كلها عند كامالك شارؤولو وبالتالي لم يتحمل هذه الضغوط وقدم استقالته وهل هو فعلا متورد في فضائح أو غير متورد هذا لا يعنينا ولكن ما يعنينا بأن هناك من يحاول إعادة هندسة المعارضة لو تقويتها وهذا يدل على شيء يدل على الخوفهم الشديد من أن هناك تقدم كبير وخسارة متوقعة لهم في هذه الانتخابات اليوم وبالتالي يحاولوا بأي طريقة الآن أن يدعموا صفوفهم مرة تارة من خلال إجبار محرم إنجا أن يستقيل تارة من خلال اتهام كامالك شارؤولو لروسيا بالتدخل مرة بإدعائهم أن هناك لا يثقون بالهيئة العلية للانتخابات أو احتمال التزوير هذه حججة خاسرة يا سيدي هذا لا قيمة له الانتخابات نزيهة الإقبال كثيف الأمن مستتب والناخبون يدلون أصواتهم بحرية يبقى فقط التحدي الحقيقي هو ما بعد الانتخابات عملية فرز الأصوات وهذه أيضا فرز أصوات هنالك لجان من جميع أحزاب المعارضة من جميع الطيام واللجنة العلي للانتخابات هي هيئة دستورية قضائية كالمحكمة دستورية هيئة مستقلة فعلينا أن ننتظر لنرى ما هي النتائج والتي هي تعتبر هي الإلزامي وهي النتائج التي هي تمخض عن الديمقراطية الحقيقية في تركيا وهي التي بلعن عليها سيتم الحكم إما الاستمرار في عملية البناء وتطور وإنما لا سمح الله العودة إلى الورد أستاذ يوسف ذكرتم الولايات المتحدة ولكن السؤال المطروح هنا دائما خاصة عند المجتمع العربي لماذا تراهن الولايات المتحدة على سيد كليجدار أغلو ما غاية وهدف الولايات المتحدة ماذا تريد من تركيا يا سيدي التركيا بالنسبة لأمريكا هي حليف وهذا الحليف يجب أن يبقى تحت سيادتها وهذا الحليف القديم منذ أن سمح تركيا تدخل للنيتو عام 1950 أو 52 تحديدا وحتى عام 2002 50 عاما لا تخرج تركيا عن الأوامر الأمريكية وعن السيادة الأمريكية وهم الذين دبروا انقلاب 1980 كان عن إفرين ولكن منذ مجيء حزب عدالة والتنمية وتحديدا رئيس أردوان عام 2002 إلى الآن 21 عاما أمريكا ترى في أن تركيا خرجت عن السيطرة وأن هناك بوادر نمو لدولة تريد أن تصبح دولة عظمى وهذا أزعج أمريكا وأزعج دول أخرى إنجلترا وأيضا دول أخرى أوروبية ويرون في أن تركيا يجب أن تعود إلى بيت الطاعة ويجب أن تطيع الأوامر وينسون أن الآن الشعب التركي والحكومة والرئيس أردوان أعطى مفهوما جديدا للأمة التركية الاحترام المتبادل بالإضافة إلى المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة وهذه اللغة هم لا يفهمونها وبالتالي يريدون إسقاط الرئيس أردوان لأن هذا الأمر لا يروق لهم هذه النقطة النقطة الثانية أمريكا الآن ترى بأن المواقف التركية في السياسة الخارجية لا تتماشى مع سياستها بالتالي الحرب الروسية الأوكرانية كانت أمريكا تريد أن تزوج بتركيا في هذه الحرب وأن تضغط تركيا على روسيا وأن تطبق العقوبات وأن يكون هناك أيضا هي غير راضية عن قرارات تركيا في موضوع توسيحه في الناتو وغير راضية عن أداء تركيا في الملفات في الشرق الأوسط في الملف العراقي الملف السوري في شرق المحر المتوسط وبالتالي هم يرون بأن الرئيس أردوان هو لا يطيع الأوامر وعليه أن يتم معاقبته وعليه أن يتم شيطنته وعليه أن يتم إخراجه واستبداله بمن يطيع الأوامر وكمان كيف يسألون خير من يطيع الأوامر تم استدعاءه إلى أمريكا واختفى 8 ساعات قال أنه ذهبت إلى مطعم الهامبورغر ولكنه تم ضبطه وهناك تسريبات ستخرج بعد الانتخابات كيف أنه اتفق مع جماعة حرلا قولا وتمت مقايضة الوطن إذا ما أعطي الصوت وتم الضمان أن يفوز وهناك تسريبات أخرى لا ندخل في تفاصيلها المهم نتكلم بأن تركيا اليوم يا سيد دولة ذات سيادة ومستقلة وكما أن أمريكا لا تسمح لأحد أن يتدخل في انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية من الحق الطبيعي أن ترفض تركيا تدخل الغرب وتدخل أمريكا في انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية وهذا شيء داخل وإذا ما كان هناك الإيمان بالديمقراطية أليس صنع الاقتراحي الحكم طب الشعب التركي يريد الرئيس أردوان يقول عنه ديكتاتور كيف يكون ديكتاتور والناس يصوتون له بحرية وبالتالي عليهم أن يحترموا هذا القرار عجبهم أم لم يعجبهم هذه الديمقراطية التي يصرعون فيها ويجب أن لا يكون هناك الزواجة في المعايير وكما أن أمريكا حرص على مصالحها وأيضا تركيا حرص على مصالحها والذي يحقق المصالح الوطنية لتركيا هو الرئيس أردوان طيب لأنقل لك ما يقوله المراقبون يقولون أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يواجه تحديا كبيرا في هذه الانتخابات المصيرية يعني برأيكم ما هي أبرز هذه التحديات أستاذ يوسف نعم هناك تحديات حقيقية لأول مرة نتكلم عنها من أهم هذه التحديات هو الوضع الاقتصادي وهذا الوضع الاقتصادي أيضا نتكلم عن ثلاثة عوامل مؤثرة في الوضع الاقتصادي التضخم والغلاء ومحاولة إسقاط الرئيس أردوان باستخدام الورقة الاقتصادية من خلال 1-2018 أمريكا طبقت عقوبات اقتصادية على تركيا وهجوم على الليلة التركية كان هناك استهداف الليلة التركية وتحديدا فيهم السابع عشر من أوغست آب عام 2018 في يوم واحد من خمس ليرات ارتفعت إلى 7.23 50% كان ذلك لهجوم على الليلة واشراء محموم بالدولار لإيهام العالم بأن هناك أزمة حقيقية واستمر الهجوم بعد ذلك على الاقتصاد التركي من خلال تخفيض الاستصريف الاعتمالي لتركيا من بي 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 بلس إلى بي بي ماينس من خلال شركات تركية عالمية معلوفة موديز، ستاندرد أمبورز، وفيتش وهذه جميعا شركات أمريكية وجائحة كورونا 2019-2020 كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد عموما ليس فقط على تركيا على كل دول العالم وكان هناك تبعات التضخم وأيضا النقطة الثالثة كان هناك ارتفاع أسعار الطاقة والمترول من 40 دولار إلى تقريبا ما يعادل 80 أو 100 دولار بالإضافة إلى أسباب داخلية داخل تركيا سواء الزلزال المدمر الذي عصفه قبل شهور وقبلها أيضا كان هناك بعض الأمور التي هي أثرت بشكل سلب على الاقتصاد ولكن ومع ذلك نقول للجميع بأن تركيا دولة متزال قوية وتركيا إلى الآن هي من ضمن أقوى عشر دولة اقتصادية في العالم والدولة الوحيدة التي ديونها إلى صندوق النقضة الدولة الصفر والآن بعد الاكتشافات الهائلة عام 2020 70 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وإيصاله إلى الشبكة البرية ودعمه إلى الاستهلاك المحلي وهذا سيخفض فاتورة الاستيراد من الغاز الطبيعي من 40 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بالإضافة الكثير من الطاقة البديلة المفاعل النووي في مرسين المفاعل النووي المزمع إقامته في سينوب والكثير من الإجراءات نقول بأن تركيا الآن قابقة وسين أو أدنى أن تصبح دولة مصدرة للطاقة وأنا سيكون هناك دعم للاقتصاد وتحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية إن شاء الله نتمنى التقدم والازدهار للشعب التركي والحكومة القادمة القادمة خاصة برئاسة السيد رجب طيب أردغان أستاذ يوسف الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل قصير هذه التغطية مستمرة بعد قليل منذ ساعات الصباح الأولى بدأ المواطنون الأتراك بالتوافد إلى صندوق الاقتراع في انتخابات وصفت بأنها الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث المراكز الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا على أن تغلق في الخامسة مساء حيث سيصوت أكثر من ستين مليون مواطن تركي في مائة وتسعين ألف صندوق متوزعة في كافة الولايات التركية بما فيها المتضررة من الزلزال إذ أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها خصصت مراكز مسبقة الصنع لهذا الهدف عدد الأحزاب المتنافسة بلغ 24 حزبا ويتنافس على منصب الرئاسة ثلاثة مرشحين عقب انسحاب المرشح محرم إنجا هم مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلشتار أوغلو ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصف الإقبال على الانتخابات بالكبير جدا منذ الساعات الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة ما يعكس بحسب مراقبين أهميتها بالنسبة للناخب التركي وعلى الرغم من حضور هاجس التخوفات من أي منغصات قد تعكر سير العملية الانتخابية كونها وصفت بالمصيرية من كافة الأطراف المتنافسة إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار أكد أن العملية الانتخابية تسير بدون أي مشاكل تذكر انتخابات ليست كسابقاتها بحسب مراقبين خصوصا مع الاستقطاب غير المسبوق وحديث أبرز الصحف الغربية عن أهميتها وتأثير نتائجها على المنطقة وعلى العالم أيضا شكرا للمشاهدين الكرام مستمرون معكم في هذه التقطية المباشرة التي نتناول فيها الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية ينضم إلينا في الستوديو ضيفا عزيزا الأستاذ محمد صادق يلدرم الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد دكتور مصطفى عفوا دكتور مصطفى مرحبا بكم دكتور مصطفى المتابع للشأن التركي يلاحظ وجود تجاذبات دولية في هذه الانتخابات ما سبب في ذلك؟ أولا تحية لكم أهلا بك سيد كريم في كل انتخابات تركية يقال عنها أنها انتخابات مهمة ومفصلية نعم لكن ربما هذه الكلمة تنطبق أكثر شيء على هذه الانتخابات هذه المرة لعدة أسباب لأن تركيا خلال العشرين سنة الماضية تغير الموقف التركي وتغيرت أهمية تركيا بالنسبة للعالم الغربي والعالم الشرقي أنا أقول أن تركيا خلال العشرين سنة الماضية استطعت أن تصبح دولة أكبر من دولة أقليمية ليست دولة أقليمية فقط لم تعد تركيا تلك الدولة التي تسمع الأوامر الغربية وتطيع وتلبي ما يملأ عليها من تعليمات ومن تحركات لم تعد هي الواجهة الشرقية لحلف البحر لحلف الأطلسي تركيا أصبحت لها شخصية وأصبحت لها هوية مخالفة تركيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تتكلم وتتواصل مع روسيا وبنفس الوقت تدعم أوكرانيا وتتواصل مع أوكرانيا وهي الدولة المسلمة على فكرة التي تستطيع أن لديها علاقات وتتحدث مع الدولتين المتحاربتين هذا بالإضافة إلى مواقفها بالنسبة لكثير من الأمور بالشرق الأوسط جعل تركيا وجعل هذا الموقف التي لم تعتاد عليه الدول الأوروبية والتي لديها أفكار وتفكير تحت اللاشعور الاستعماري أن تقبل بهذا الدور المحوري الفوق الإقليمي من تركيا لذلك بدأ هناك انزعاج وخاصة بعد التقدم الكبير بالنسبة لصناعة الأسلحة هذه المواقف كلها جعلت الغرب ربما يريد لتركيا أن تعود إلى هويتها القديمة وأن تعود تسمع الأوامر وتطيع ما يملع عليها دكتور مصطفى حامد أغلو دعني أنتقل إلى أنقرة حيث من هناك عبر سكايب الأستاذ محمد صادق يلدرم الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد صادق مرحبا بكم مرحبا أهل وسهلا بكم كيف تفسر هذا الإقبال على الانتخابات حيث ذكر الأستاذ يوسف قبل قليل بأن نسبة المشاركة ربما تتعدى الثمانين في المئة ما سبب في ذلك؟ سبب ذلك لأن المجتمع التركي ذاق الزوق الديمقراطية والحرية والخدمات منذ 1946 إلى اليوم فهذا المحطة الأولى التي الشعب ينتمي ويتمسك بهذه الحق التصويت في الانتخابات وأنا بجوز أختلف نوعا مع أخي يوسف لأن العدد المشاركين عندما ذهبنا إلى صناديق الاختراع لقينا بما يقارب قد جاوز إلى 90% وهذا الرقم القياسي بتاريخ تركيا وتاريخ ديمقراطية تركيا كاملة هو يعني للتصحيح فقط أستاذ محمد هو الأستاذ يوسف لم يعطي يعني أرقاما دقيقة ولكن هكذا يعني فسرها حسب المشاهدات العينية دكتور مصطفى إلى أي حد يلعب الملف الاقتصادي تلعب كلفة الحياة وغلاء الأسعار دور في تجاه التصويت عند الناخبين أنا أتوقع أن تكون نسبة الاقتراع يعني هذه المرة أعلى نسبة بالنسبة للانتخابات التركية لعدة أسباب ربما يعني يعني يتاح الوقت أن نتكلم عنها وخاصة التخندق العميق الحاصل والانقسام بالمجتمع التركي اليوم بين المؤيد لاستمرار هذا النهج من الإصلاحات والإنجازات وبين من يريد أن يغير ويعود إلى تركيا لمسار آخر العامل الاقتصادي طبعا مهم جدا بالنسبة للناخب التركي وليس جديد هذا يعني أن يكون الاهتمام بالناخب التركي بالاقتصاد الناخب التركي هو يعني أكبر أولوية بالنسبة للمرشحين سابقا كان أيام الرئيس السابق تركة أوزال يعني يصف أن المواطن كان يريد أن يدعم المواطن صاحب الدخل المحدود وتركزت اقتصاديات تلك الفترة على دعم وتقوية أصحاب الدخل المحدود ورجب طيب أردوان أدرك أيضا هذه الناحية المهمة ولذلك رأينا خلال السنتين الماضيتين كما كانت هناك نوع كثير من الإنجازات والإصلاحات نحو دعم المواطن التركي من ناحية الاقتصادية لذلك جاءت رفع يعني الحد الأدنى للأجور لأول مرة يعني مرتين خلال عام واحد وأيضا هذا العام تم رفع المعدد بالإضافة إلى كثير من التخفيضات والإعفاءات والتخفيض الضريبة على المواطن التركي كل هذا من أجل رفع مستوى ودعم المواطن التركي أخيرا تم رفع الحد الأدنى لمعاش الموظفين دولة إلى 22 ألف وهذا مبلغ كبير جدا بالنسبة للاقتصاد التركي تشكك المعارضة في هذه الزيادات في الرواتف في المعاشات تشكك في ذلك المعارضة من جانبها؟ يعني اليوم أنا أريد أن أقول أن الرئيس رجل طيب إردان دائما وأنا أظنه صادقا في هذا الطرح دائما كان يقول أن تركيا تعاني من معارضة حقيقية صراحة أن تركيا تفتقد المعارضة الحقيقية المعارضة التركية وأنا أتابع الانتخابات التركية منذ أكثر من 40 عاما اليوم يوجد معارضة من أجل المعارضة أنا أستغرب كيف يقوم كل شدار أولو أو تكون المعارضة بأن لا تشيد بهذه الإنجازات الكبيرة التي قام بها رجل طيب إردوان الأولى بالمعارضة أن تقول أنني عندما آتي إلى الحكم سأقوم بعمل إنجازات أفضل من هذه الإنجازات الحالية لا أن تشكك يعني يقولون لا حاجة لنا إلى هذه المدن الجامعية الطبية لا حاجة لنا إلى المطارات لا حاجة كل إنجاز قام به العدالة والتنمية خلال هذه الإنجاز كان هناك نوع من محاولة بخص هذا الإنجاز ومعارضة هذا الإنجاز لذلك دائما يقول عنهم رجل طيب أنهم دائما أصحاب كلمة أننا لا نريد باللهجة البحر الأسود أستاذ محمد صادق آسف تأخرنا عليك نبقى في الوعظة الاقتصادي معارض أردوغان يركزون على الملف الاقتصادي أيضا يتوقعون وصول نسبة التضخم إلى 112% هل يلعبون بذلك كورقة انتخابية أقصد هنا ملف الاقتصاد أستاذ محمد أخ الكريم كما نعرف العالم كلها لديها أزمة اقتصادية قاطبة بدون استثناء يعني من أمريكا إلى أقصى الشرق إلى اليابان فكل هذه الجو تتأثر بطبيعة الحال إلى تركيا لأن تركيا لا تعيش في قوقعة لحالها وهي ليس دولة معزولة من العالم فبطبيعة الحال عندما تكون هناك أزمة اقتصادية في العالم تركيا تأخذ نصيبها ولكن بفضل التدابير التي أخذت الحكومة الحالية يعني أقل ضررا وأقل تأثيرا على المواطنين فهذا واحد نقطة نقطة أخرى اليوم رئيس المعارضة يعني يصرح أمام الجمهور أنه سيأتي بـ 300 مليار دولار يعني بما معنى هذا الدين على الكتف المواطنين فأنا لا أريد الدين أنا أريد أعيش بدون ديون بدون شروط بدون يعني قيود يعني البنك الدولي والأطراف الأخرى فكل هذه الأشياء تدل على أنه المعارضة لديها هاجس بالخسارة أيضا مرة السادس عشر في آخر 21 أو 22 سنة فالمواطنين نعم تأثروا من التضخم ولكن الحكومة الحالية أيضا قامت بتدابير خفض نسبة الفائدة ونزلت إلى 8.5% وهذا الشيء كانت مخالف لكل ما دعا عليها المعارضة الحالية هم كانوا مع زيادة الفضاقهم حتى يأتي رأس مال وعندما يأتي رأس مال فقط يأتي بالمصاري ولكن بدون إنتاج فالحكومة الحالية تقوم بالتأسيس وتصنيع المصانع حتى يصنع وبعد ذلك تقوم بتقليل النسبة العطالة وأيضا تقوم بالتصديل لخارج تركيا حتى تدور هذه العجلة بشكل سليم دكتور مصطفى هل يمكن للمشاريع الاستراتيجية لحزب العدالة والتنمية وهي كثيرة جدا وأنتم ذكرتم ربما جزء منها مثل صناعة المسيرات أو الحاملة مروحيات أيضا الدبابات والسيارات التي تعمل على الغاز أيضا اكتشاف غاز البحر الأسود وغيرها من هذه المشاريع الاستراتيجية هل تستطيع أو هل باستطاعتها أن تضاعف من حضوض أردوغان في الفوز في هذه الانتخابات مما لا شك فيه صحيح أن هناك نوع من الارتفاع نسبة غلاء المعيشة الأجارات البيوت السيارات والتي أول مرة تحدث بهذه الارتفاع الغير متوقع والغير مقبول في تركيا لكن يجب أن لا ننسى أيضا ما عاشه العالم كما قال ضيفكم الكريم أن كورونا أثرت على كثير من معامل الإنتاج لم تعد هناك إنتاج خلال العامين أثناء فترة كورونا أيضا الحرب الأوكرانية الروسية كل هذه الأمور أثرت على الاقتصاد التركي وجعلت هناك نوع من ارتفاع بالحالة الاقتصادية أو بغلاء المعيشة لكن التدابير التي قام بها العدالة التنمية صراحة حاولت تخفيض أو على الأقل إطفاء هذا اللهم نأتي إلى الإنجازات الكبيرة أو المشاريع الكبيرة هذه أيضا هي مرتبطة وستكون لها عامل أساسي في تحسين المستوى المعيشي للمواطن التركي اليوم أنا طبيب وأعرف أن خلال فترة كورونا رأينا كيف إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وحتى أمريكا كيف المريض لم يعد يجد سريرا وكان يتم معالجة المريض في الممرات بينما تركيا ومن خلال هذه المشافي العملاقة المدن الطبية العملاقة لم تعاني هذه الأزمة هذا يؤثر على اليوم المواطن التركي بشكل كبير وملموس وأنا برأيي أن من الإعلانات التي عجبت بها وقام بها العدالة التنمية وهو كيف المواطن التركي الذي يغيب عن الوعي لمدة عشرين عاما ويعود وأول ما يسأل يعني العائلة كيف سنقوم بدفع تكاليف المشفى نعم فإنما يقولون له أن العالم تغير ولم يعد هناك دفع هذا أثر على المواطن التركي وجعله ينظر إلى هذه حتى المعارضين يدركون أهمية هذه الإنجازات ناهيك عن المشاريع التي تدعم التصنيع العسكري وهذا يدغضغ المشاعر القومية عند الناخر التركي والشباب اليوم عندما رأيناهم كيف زاروا يعني السفينة البحرية وكثير من المعارض التي تم التصنيع فيها المسيرات أكثر من مليونين وشخص مليونين ونصف شخص من الشباب يعني عندما يزور هذه ويرى ويلمس هذه الإنجازات كثير من الوزراء تكلموا عنها عندما كانوا يأخذون السيارة التي تم صنعها محليا كان المواطنون الذين لا يستطيعون حتى الذين لا يستطيعون شراء يعني هذه السيارة كان يفتخر بهذا التصنيع وعندما يلمس ويتصور مع هذه السيارة لأنه يشعر أن هناك إنجاز محلي قومي لذلك أرى أنها ستكون لها تأثير كبير على وخاصة الشباب المعرض تظن أن الشباب هو يعني مضمون بالنسبة لهم لكن أظن أن الشباب اليوم أدرك قيمة هذه الإنجازات وسيكون التصويت لصالح استمرار هذه الإنجازات أستاذ محمد صادق المشاريع الاستراتيجية التي تبناها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم هل هذه المشاريع أضافت شيئا جديدا لحزب العدالة والتنمية وبالتالي أضافت متغيرا مربحا إنصح التعبير للرئيس التركي رجب طيب أردغان أخي الكريم أولا الحزب العدالة والتنمية أعلنت البرنامج الانتخابي ويتكون أكثر من أربعة ألاف صفحة أما الكتلة الثانية الكتلة الأمة أعلنت وهذا البرنامج كان فقط 180 صفحة فمن هنا فقط المقارنة بسيطة على مدى العمق وعلى مدى التخطيط الحزب العدالة والتنمية في الخمس سنوات القادمة أيضا تركيا اليوم من بين الدول الستة أكثر جاهزية بالبنية التحتية من المطارات من الطرق من القطارات من السفن من كل مجالات الحياة ليس فقط في البنية التحتية أيضا بنية فوقية من التعليم من الصحة مثل ما فضل ضيفك الكريم من السياسة الخارجية من أيضا الصادرات عندما وصلت الحكومة الحالية كان الصادرات تركيا فقط 36 مليار دولار اليوم جاوزت 260 مليار دولار فكم ضعف لآرب أيضا الدخل المواطن كانت أقل من 2000 وكسور دولار اليوم بحيطان رغم الأزمة الاقتصادية إلى 10.000 دولار وأعلن الرئيس أردوغان أنه خلال الخمس سنوات القادمة ستوصل إلى 16.000 دولار فكل هذه الإنجازات يعني عدى البناء السكن للدخل المحدود وأيضا الأصحاب المصانع المحلات لحتى يستفيد وينتج ويصدر إلى العدد الدول فكل هذه الإنجازات طبعا ستؤثر إلى النهضة التركية بطريقة مباشرة وأيضا رئيس تحدث أمام الجمهور أنه إلى اليوم نحن زرعنا ومن إلى اليوم إلى القادم فهو وقت الحصاد كل هذه الإنجازات يعني طبعا عندي رؤية أخرى المعارضة الحالية لديها هاجس هاجس بالخسارة المتتالية منذ 16 مرة فهذه الهاجس مع الأسف توجه هذه المعارضة بعدم قدرة إلى تلبي للطلبات المواطنين أو لحتى تواكب للتطورات العالمية يعني زعيم المعارضة الحالي يعني أتى بالمستشار اقتصادي وشارك عبر زوم وتروج هذا الموضوع أنه نحن نتعامل مع التقنية يعني الزوم اليوم هي أقل شيء أو أضعف الإيمان التي يستعمل المواطن أستاذ محمد صادق وأيضا دكتور مصطفى ستبقون معنا سنذهب بضع دقائق إلى إنفوغراف حيث أهمية الانتخابات التركية التي وصفت بالموصلية تأثيرها أيضا من الناحية الداخلية والخارجية نتابعه من خلال هذا الإنفوغراف فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية التي نتناول فيها الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية دكتور مصطفى أجدد الترحيب بكم دكتور مصطفى لا أخفي كسر هناك من يشكك أو شكك في السياسة الخارجية لسيد رجب طيب أردوغان كيف يمكن الرد على ذلك؟ أنا برأي أن السيد رجب طيب أردوغان عادة لتركيا شخصية تركيا تركيا كانت ورأينا رئيس وزراء تركيا السابق بلان تجاويد كيف يقف باستعداد أمام رئيس أمريكي كلينتون وهو يجلس على طرف كنبة بينما نرى أردوغان يقابل حتى حركات الرؤساء في جلساتهم هذا دليل على الشخصية والانتماء لتركيا وهي صاحب التاريخ عريق شعار رجب طيب أردوغان يقول دائما وفي كل المحافل الدولية بأن العالم أكبر من خمس دول هذا موقف مبدئي ومؤشر على أنه يجب أن يتغير العالم لديه مشروع بتغيير العالم ليس بتغيير تركيا هذا الشعار الذي لا يستطيع أحد أن يقوله وهو يقوله في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي كل محفل دولي يكرره دائما لأنه يقول أنه لا بد من أن يكون هناك تغيير في هذه السياسة الاستعمارية التي تتحكم بالدول الأخرى تركيا اليوم كما قلت هي الدولة الوحيدة التي تستطيع وهو الدولة المسلمة تتكلم على لديها علاقات جيدة مع روسيا ومع أوكرانيا تدعم أوكرانيا بالمسيرات ولها علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا رجب طيب أردوغان كما قال في آخر لقاء له مع الشباب رغم أن الرئيس الأمريكي بايدن لي معه علاقات عائلية وهو يحاول تأليب المعارضة ويدعم المعارضة من أجل إسقاطه لكن لا بد من المحافظة على خيط وإن كان هذا الخيط رفيع بالعلاقة الدولية هكذا تدار السياسة الدولية لذلك هو صريح بكلامه دائما يجابه القادة الغربيين وربما لم يعتادوا على هذه الصراحة بأن مواقفكم فيها ازدواجية فهو صريح بهذه المواقف لكن أيضا هو يجيد فصل الملفات لديه اليوم خلاف مع روسيا في سوريا هناك بالحرب في سوريا هو يدعم المعارضة وسوريا تدعم روسيا تدعم النظام هناك خلاف وحرب مع إيران أيضا على الأرض السورية خلاف مع أمريكا التي تدعم قوات البيادي والحزب العمال الكردستاني لكن بنفس الوقت يريد أن يكون هناك علاقات تجارية مع هذه الدول هناك خلاف مع إسرائيل هناك خلاف مع ألمانيا هي تعتبر المنافسة الأكبر صناعيا لتركيا لكن أكثر الصادرات الصناعية هي إلى ألمانيا هكذا تدار السياسة الخارجية واليوم تركيا هي أكبر من دولة إقليمية بحاجة إلى الدورة التركية وبحاجة إلى سياسة رجل طيب أردوان هو الذي استطاع أن يقوم بفك الحصار أو من أجل أن تقوم أوكرانيا بتصدير القمح إلى كثير من الدول وخاصة الدول الفقيرة هذه المواقف لا يستطيع أي شخص أن يقوم بها وكل أشدار أولو ليس مؤهلا أبدا بأن يقوم بهذا الدور لذلك هناك خشية من التحول السياسة التركية الحالية إذا حصل نوع من فوز المعارضة أظن أن المعارضة لأنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور هي تحاول أن تندد أو تحاول أو تشكك أو تحاول يعني تقوم بتسطيح هذا الدور بكتور مصطفى هناك من اختلفها مع السيد رجب طيب أردوغان في موضوع التقارب التركي العربي أكثر من تقاربه مع الغرب يعني ما مشكلة أن تتقارب تركيا يعني سياسيا واقتصاديا وأمنيا مع الدول العربية ولا تلتفت إلى الدول الغربية أنا برأي أن هذه النظرية غير صحيحة صراحة اليوم نظرنا إلى الصادرات التركية والعلاقات يعني هي مع الغرب أكثر مما هي مع الدول العربية هذا من ناحية ثانيا تركيا يعني هي تريد دائما الاستقرار وتريد أن تكون هناك نمو واستقرار في الدول العربية لأنها تدرك أي استقرار لأي دولة عربية صراحة هو يصب لمصلحة تركيا لذلك تركيا تتمنى لهذه الدول أن يكون فيها مشاريع ويكون فيها استقرار ويكون نهضة وعمران لأن سينعكس دائما على تركيا لأن تركيا تثق بصناعاتها وبقوتها الاقتصادية تركيا دائما كانت تسعى صراحة وتريد أن يكون هناك استقلالية لقادة الدول في المناطق العربية ودائما كان يقول يجب أن نحن أبناء هذا المنطقة نحن يجب أن نخطط لمستقبل بلادنا وليس أن نسمح ونسمح بمن يأتي من خارج المحيطات ليرسم حدودنا ويملي علينا سياسة لكن صراحة هناك طبعا اليوم تركيا تشهد عرص انتخابي لكن الدول العربية تفتقد هذه السياسة التي تهتم بالمواطنة حتى يشعر الإنسان بأنه ينتمي إلى ذلك الوطن وتكون هناك علاقات مبنية على خدمة البلد والمواطن لكن تركيا دائما تؤيد وتريد أن تسعى لتنمية العلاقات مع الدول العربية التجارية والاقتصادية والسياسية وفي كل الأمور بدون أن يكون هناك ابتعاد عن الدول الأساسية وكما قلت اليوم تركيا لها علاقات مع إيران ولا علاقات التجارية مع روسيا ومع كل الدول العالم تستطيع الفصل للملفات حتى إن كان هناك ملفات خلافية يجب أن نبعد الملف الذي نختلفه ونتعاون على الأمور الأخرى لكن هذا يفتقد مع الأساس في سياساتنا الدولية هناك فكرة إما أبيض أو أسود مثل المعارضة في تركيا وهذا ما يصعب صراحة زيادة العلاقات مع الدول العربية أقف عند عبارتكم التي قلتموها بأنه أردغان مثل ما يحافظ على علاقاته مع الدول العربية فإنه يحافظ مع علاقاته مع الغرب ولكن قبل أيام قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو يقول إن الرابع عشر من أيار هذا اليوم هو محاولة انقلاب سياسي من الغرب بعد أن فشل في الانقلاب العسكري عام 2016 دكتور مصطفى لماذا يريد الغرب تنفيذ انقلاب في تركيا ما هدفه من وراء ذلك أولا الغرب يعاني من ازدواجية يعني اليوم الغرب ينادي بحقوق الإنسان وينادي بالديمقراطية بينما يدعم الأنظمة الدكتاتورية ولم مثلا في سوريا لم يساعد على إسقاط النظام الدكتاتوري وتسهيل مطالب الشعب في سوريا مثلا وحتى في بقية الدول الأخرى فهناك ازدواجية سقطت أثناء العقد الماضي أنا أقول دائما يعني الغرب من المنطق ومن الطبيعي يجب أن يدعم هذا المشروع السياسي في تركيا لأنها دولة دائما هم ينادون بأن تكون هناك ديمقراطية في الدول الإسلامية طيبا اليوم هناك دولة إسلامية تقوم بنموذج ديمقراطي هناك الصناديق الإقتراع هي التي تقول كلمتها لماذا لا يتم دعم هذا المسار؟ صراحة هناك التفكير اللاشعوري تحت اللاشعور الفكر الاستعماري الذي اعتاده على أن تكون هذه الدول هي دول فقط تابعة فقط دول مستهلكة فقط دول مطيعة منفذة وليس لها موقف تجاه كل المشاريع التي يراد تنفيذها في هذه المنطقة لذلك يزعجهم صراحة يعني هذا الموقف التركي اليوم تركيا استطاعت أن تحول نسبة التصنيع المحلي يعني نسبة التصنيع في الصناعات العسكرية كان 20% و80% مرتبط بالغرب اليوم تركيا قلبت هذه المعادلة وأصبح 80% من التصنيع العسكري هو محلي بينما فقط 20% يعتمد على الحاجة إلى الغرب طيب دكتور بقيت لدينا دقيقة ونصف نعم يعني هو أنا اعتبره سؤال صعب جدا كيف تتوقع النتائج؟ دقيقة ونصط عوضاتك فيه لكن أنا كتبت مقال واليوم نظرت إلى تاريخ المقال وربما بالمصادفة كان كتبته قبل شهرين 14-03-2023 بنفس التاريخ اليوم يعني لكن قبل شهرين طيب كان العنوان المقال هل حسم أردوان الانتخابات قبل أن تبدأ؟ بالفعل يعني حسمها في تلك الفترة لكن حصل الزلزال وحصل نوع من التخندق بالشارع التركي فجعلت هناك حصل نوع من التراجع بأصوات العدالة والتنمية في بداية الزلزال وحصلت بعض الصلاحات التي تقول أن هناك تقارب بالنتائج أنا أقول يعني الأصلاحات التي قام بها رجل طيب أردوان وأن الطاولة السداسية والسباعية التي أصبعت ربما أكثر من ذلك لم تستطيع أن تقدم أي مشروع حقيقي يعني يلبي يعني متطلبات الشعب والفشل الدريع في البلديات التي يسيطر عليها كل شدار أغلو في إسطنبول في أنكرا في كل هذه الأمور أنا أقول أن الرئيس رجل طيب أردوان سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى لكن بفارق ربما بسيط 51 زائد ناقص نص في ختام هذه التغطية نتوجه بشكر جزيل إلى الأستاذ محمد صادق يلدرم الكاتب والمحلل السياسي وإيضا نتوجه بشكر جزيل إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أغلو شكرا جزيلا على حضوركم دكتور والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة